تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 87 قضية تموينية بمضبطات أكثر من 189 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط أكثر من 133 طن السلع غذائية كما تم ضبط أكثر من 8 أطنان دقيق مدعم مجال الاستيلاء على السلع المدعومة أما في مجال البيع بأزيد من السلع الرسمي فقد تم ضبط أكثر من 43 طن سلع و5 أطنان أسمنت